اشتركوا في القناة النهاردة هحل معاكم امتحان الشهادة الاعدادية الازهرية الفصل الدراسي الاول اللي هو امتحانوه الاسبوع دوت 2018-2019 وده حصل فيه الازهر الشريف في قطاع المعاهد الازهرية زي ما احنا شايفين في منطقة الجيزة السؤال الاول بيقول اكمل العبارات التالية الشمس والكواكب المحيطة بها تدور حول مركز مجرة ضرب التبانة تتكون خيوط المغزل اثناء الانقسام الخلية في الطور التمهيدي تزداد عجلة الجسم عندما نقط سرعته مع مرور الوقت عندما تزداد سرعته مع مرور الوقت يحتاج الشخص قصير النظر الى نظارات طبية عدساتها مقعرة سيارة سباق تتحرك من الوضع واقفا يعني من السكون حتى وصلت سرعتها الى 100 متر لكل سانية خلال 20 سانية احسب العجلة التي تحركت بها السيارة وما نوعها هنشوف مع بعض مسألة عادية جدا ونحلها مع بعض العجلة جيم بتساوي يلا قولوا معايا السرعة النهائية اللي هي عين 2 ناقص السرعة الابتدائية اللي هي عين 1 على الزمن اللي هو زين والواحدة متر لكل سانية تربيع طيب السرعة النهائية زي ما شايف عطاهالك 100 ناقص السرعة الابتدائية اللي هو كان واقف يبقى بسفر على الزمن نشوف الزمن كده الزمن ايه 20 سانية يبقى على 20 هتساوي 100 ناقص 0 ب100 على 20 يبقى هتطلع بايه يا جماعة ب5 متر لكل سانية قص 2 طيب العجلة دي بقى عجلة ايه عجلة تزايدية او عجلة موجبة ليه عجلة تزايدية لان زي ما انت شايف السرعة النهائية 100 اكبر من السرعة الابتدائية اللي هي عين واحد بسفر ونشوف مع بعض كده السؤال التاني بيقول اختر الاجابة الصحيحة ايهم من الامثلة التالية يمثل كمية فيزيائية قياسية السرعة المتجهة ولا الكتلة ولا القوة ولا العجلة والاجابة هي الكتلة يحدث الانقسام الميوزي في خلايا الكبد ولا الخصية ولا البشرة ولا العظام والاجابة هي الخصية بناء على فروض لابلاس السديم يفقد حرارته تدريجيا لذا يتقلص حجمه فقط ولا تزداد سرعة دورانه حول محوره فقط ولا يختفي ولا الف وبه معا والاجابة الف وبه معا يتقلص حجمه وتزداد سرعة دورانه حول محوره عدد الكروموسومات في الامشاك بيكون ادي ايه من عدد الكروموسومات في الخلايا الاصلية والاجابة هي النصف عن اللي ما يأتي القوة كمية متجهة هقوله لأنه يلزم لتحديدها معرفة اتجاهها ومقدارها ووحدة قياسها السؤال التاني بقاء الكواكب السيارة في افلاكية حول الشمس والاجابة بفعل الجاذبية السؤال التالت البعد البقري للعدسة المحدبة السميكة أقل من البعد البقري للعدسة المحدبة الرقيقة نقوله لأن البقرة تكون أقرب إلى مركزها البصري في حالة العدسة السميكة أما في حالة العدسة الرقيقة تكون البقرة أبعد عن المركز البصري السؤال التالت صوب ما تحته خط يتقاصر فطر الخميرة لا جنسيا بالتبرعم البقرة هي نقطة في بطن العدسة يمر بها المحور الأصلي طبعا هي المركز البصري للعدسة النجم العابر هو أكبر نجم يمكن أن نراه من سطح الأرض والإجابة هي الشمس لو زاد قطر كرة العين يسبب طول النظر والإجابة هي نقص قطر كرة العين يسبب طول النظر السؤال رقم به بيقول قارن بين كل من الانقسام الميتوزي والانقسام الميوزي من حيث مكان حدوثه يحدث الانقسام الميتوزي في الخلايا الجسدية أما الانقسام الميوزي يحدث في الخلايا التناسلية طب من حيث الخلايا النتيجة عن الانقسام في الميتوزي خليتين وفي الميوزي أربع خلايا أهمية الانقسام الميتوزي تحقيق النمو للكائنات الحية عديدة الخلايا اتنين تعويض الخلايا التالفة تلاتة تحقيق التكاثر اللاجنسي اما الميوزي فهو تحقيق التكاثر الجنسي وتكوين الامشاج دي اهميته السؤال الرابع ما المقصود بكل من السرعة النسبية هي سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ساكن او متحرك ما المقصود بظاهرة انعكاس الدوق هي ارتداد الشعاع الضوئي الى نفس جهة سقوطه عندما يقابل سطحا عاكسا او ممكن نقول ارتداد الشعاع الضوئي الى الوسط عندما يقابل سطحا عاكسا الاخصاب هو اندماج مشيج مذكر مع مشيج مؤنس لتكوين الزيجوت ما المقصود بتمدد الكون تمدد الكون هو اتساع الكون نتيجة حركة المجرات المنتظمة ماذا يحدث في الحالات الاتية عندما يتحرك الجسم بسرعة منتظمة بالنسبة للعجلة تصبح العجلة بصفر عدم حدوث ظاهرة العبور نقول لا يحدث تنوع في الصفات الوراثية للكائن الحي تلاتة اصابة العين بالمياه البيضاء الكتركت طبعا تصبح العين عدسة العين معتمة ويصبح الانسان لا يستطيع ان يرى بوضوح ويصبح الرؤية ايه غير واضحة وبكده اصدقائي نكون حلنا مع بعض امتحان الازهر اللي هو حصل الاسبوع اللي احنا فيه دو وانتظرونا في اسئلة كتير ان شاء الله كان معكم معلم خبير محمد علي شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته